برحب بحلالكم من جديد ودلوقتي هناخد مع بعض فقرة السياحة وبعد كده هناخد مع بعض فقرة الصحافة النهاردة عندنا فقرة السياحة والقصار بيبقى الواحد مبسوط جدا هو بيتكلم عن تاريخ وقصار مصر طبعا احنا لو قعدنا سنين نتكلم عن القصار اللي موجودة في مصر مش هتكفي حاجة جميلة وتراث عريق جدا فيما يخص الدولة المصرية النهاردة نتكلم عن محافظة مهمة جدا محافظة موجودة في الوجه البحري شكلها على الخريطة شكل غريب فيها عدد كبير من المحافظات اللي مش قريبة من بعض حتى شكلها في الخريطة يعني محافظات في كل مكان كده نتكلم عن محافظة عريقة على مر العصور نتكلم عن محافظة جميلة فيها مميزات حلوة جدا فيها بعض الامور الحديثة والقديمة المميزة النهاردة نتكلم عن محافظة الدقهلية واللي عاصمتها المنصورة عشان نهاردة نتكلم باستفادة عن محافظة الدقهلية هيكون معانا عبر الهاتف الدكتور محمود المحمدي والستاذ مساعد الإرشاد السياحي صباح خير يا دكتور صباح خير صوص مايكل وسعيد جدا اللي أنا موجود مع حضرتك صباح خير على السادة المشاهدين وتحيات لحضرتك وبجد اختياركم للموضوعات الجميلة دي بحاجة رائعة جدا بتسليط الدوع على أهم الأماكن الأسارية في جمهورية مصر العربية لتنشيط السياحة الثقافية والترفيهية بجد اختيار حضرتك واعداد الاعداد عند حضرتك اعداد متميز رائع فاسمح لنا يعني قبل تحيات لحضرتكم أنت دائما من شرفنا دكتور في صباحنا أشكر حضرتك يا سمايكل في البداية فاندي ما نتكلم عن محافظة الدهقلية وزي ما قلت من في البداية قلت المحافظة مراكزها كتيرة وشكلها على الخريطة هنعرف الناس المنصورة موجودة فين أو الدهقلية موجودة فين وعدد مراكزها وشكلها على الخريطة طيب تعالى نقول اللي تقع محافظة الدهقلية شمال شرق دلتا مصر عصلتها مدينة المنصورة زي ما حضرتك قلت بيبلغ عدد سكانها 6 مليون نسمة مما يجعلها أكبر المحافظات سكانا طيب تعالى نعرف اللي اسمه في الدهقلية الدهقلية دي اسم قارية كانت موجودة عندنا اسمها الدقهلة وهي دلوقتي الأسف تبعى لمركز زاؤب محافظة الدموية علشان كننا uma Bryan تاخد من الدقهلة دي اسم الدقهلية وتم تسميتها بمحافظة الدقهلية طبعا بنقول عندنا ان مساحة محافظة الدقهلية تخيل عندنا حضرتك مساحة محافظة الدقهلية زي ما حتك قلت كده من شوية الشكل تاها غريب شوية 3459 كيلو متر مربع عدد سكانها زي ما احنا قلنا يعني 6 مليون يعني نسبة 6.8 من اجمال عدد سكان مصر زي ما حتك قلت من شوية المدن بتاعتها كبيرة عندنا اكتر من 19 مدينة 15 مركز يعني اهم المركز اللي موجودة فيها الجمالية اجا سمبلوين ممكن يا دكتور لما بمبص على الخريطة بنلاقي اول مراكز المنصورة من بعد ميد غمر واخر مراكز سريمة عند المنزلة عند برسعيل ودميات بالفعل يفقدم اكتر من 120 كيلو حضرتك يعني مسافة كبيرة جدا وخلي بالحضرتك كمان اللي بيحضها من الشمال عندنا البحر القبيل المتوسط عندنا 60 كيلو متر موجودين على ساحل البحر القبيل المتوسط طبعا موجودة على فرع نهر النيل دميات من ما يجعلها اصلا يعني تكون مدينة زرعية نفس الوقت عندنا حركة الصيد موجودة فيها طبعا الاقتصاد خاص بهذه المحافظة اقتصاد متنوع من دراعي صناعي كمان صناعة السرعات والتصليح حاجة مبهرة بالفعل يا فاندنس يعني حشان كده جعل ان هذه المدينة هي ملتقى الكثير من الطرق من مجاعلها اللي هي تكون زي ما بطلق عليها كده سيدة التاريخ ليه سيدة التاريخ؟ لان حضرتك تعال نشوف على مرر العصور ان هذه المحافظة منذ عصور ما قام للأصرات طبعا هي اول مكان لقينا فيه اثار بالدل اللي كان فيه انسان مصر قديم يعيش على هذه الارض منذ عصور ما قام للأصرات وده اللي تم عندنا في منطقة غزالة لقينا نتخيل عند حضرتك انه كمان عرفنا كمان ان هؤلاء الشخص ده او الانسان اللي كان قاعد في منطقة دي عارف الصناعة واللي هو ابتكر الصناعة طبع عارف صناعة ايه؟ عارف صناعة الالبان او مشتقات الالبان اللي لقينا عندنا اقدم مصنع لصناعة الجبنة في هذه المنطقة فهنا كمان نشوف ان تاريخ المحافظة دي برضو قبل ما نخص في المواقع الاثرية التاريخ بتاعها بيقول ان المحافظة دي كانت هي حق الصد ضد غزوات كتير جدا اولها اللي هو طبعا كان عندنا فيه جيش جبير جدا جاي من ناحية الشرقية بقيادة كومديز وده كان جاي من بلاد فالس فطبعا يطلع عندنا واحد اسمه احمس تاني او امازيوس بيوقف في القصرة 26 بيوقف الجيش ده وبيقضى على الجيش ده تعالى كمان عبر التاريخ بتلاقي كمان ان معركة المنصورة والوقوب او صد خطر الجيش الفرنسي الاوروبي اللي كان جاي عشان يحتل لمصر برضو بتلاقي معركة المنصورة اللي كانت موجودة في 1258 بلاقي عندنا كمان في العصر الحديث معركة المنصورة الجوية اللي في 14 اكتوبر سنة 1973 واللي كانت ملحمة جوية ملحمة يعني لغاية دلوقتي العالم كله بيشهد لها انها اكبر معركة جوية دارت في التاريخ بعد الحرب العالمية التانية فبنقول عندنا مدينة المحافظة الدهلية مع محافظة داخرة بالتاريخ بتاعها من مجعلها اللي هي تكون وتشطى على لقب سيدة التاريخ المصري تعالى ما نشوف بقى يعني ننصدد مع بعض الاماكن الاسرية اللي موجودة تخيل عشان التاريخ اللي موجود عندنا ده المتعدد من عصول ما قابل التاريخ الى العصر المصري القديم الى العصر اليوناني الروماني الى الفترة الابطية الى الفترة الاسلامية الى العصر الحريس بنلاقي عندنا خلفت تلك الفترات المتعجبة على تاريخ محافظة الدهلية اكتر من 52 موقع أساري بيرجع لحضرات المختلفة اللي مرت على ارض محافظة الدقائلية طبعا بيخليها اللي هي تكون ارض غزبة للسياحة الثقافية اللي طبعا للأسف معليهاش تسليط للضوء يعني حضراتكم بتسلطوا على هذه السياحة المتميزة بنقول عندنا موقع أسرية بداية من تل الربعة منديس الى تاية مال الأمديد دكتور معليش احنا هنقول المواقع دي ونقول ان هي موجودة ولا مندسرة ونقول كمان مكنها فين دلوقتي طيب تعال نشوف الأول اللي عندنا ناخد يعني مثلا تل الربعة تل الربعة ده موجود هو لغاية دلاتي موجود طبعا بيقع في زمام قرية تل الربعة تابعة لمركز تميل الأمديد طبعا بيبلد مساحته 230 فدان تخيل حضرتك 230 فدان كبير جدا كانت تسمى عند قدماء المصريين باسمها عنبت وطبعا كانت هي عاصمة الإقليم السدار السدار السداشر في مصر القديمة وكان يرمز لها بيقى سمكة محت وأصبحت في الدولة في الأسرة 26 عاصمة لمصر على يد ابنها طبعا الابن أحمس التاني مخلص مصري من الاحتلال الفارسي وبضم الكثير من الأثار المختلفة اللي بتحكي عظمة هذا المكان ومنها الناوس اللي بيبجل ويمجل المعبود مندس اللي هو الكفش با نب جيت طبعا بتمثل هذه المنطقة اللي كانت طبعا تعتبر أهم المنطقة الأسرية في أيضا عصر الأسرة 29 تخيل اللي مصر يعني كانت تحكم أو كانت عاصمة مصر في هذه الفترة في الأسرة 29 كانت هذه المنطقة وحكمت مصر يعني في قربة 20 سنة وكان أول ملوكها نيفرتيس أو نايفرد وبعدين كمان عاد خطر مقاومة الفارسي مرة أخرى وطبعا قاموا بكفاح وأيضا بالدفاع عن الأرض الباسلة يمكن كمان من عندنا من عند أهم الأثار اللي موجودة عندها في عندي بعض المظاهر اللي موجودة بعض بقايا مع ببناه الملك أحمص التاني من أسرة 26 أيضا برضو لما جاء عندي رمسيس التاني وابنه من المتاح قاموا بعمل بعض الترميمات الخاصة بكفش ماندس يمكن من الأثار اللي موجودة أيضا في محوظة دهلية ويمكن بينها وبين تل تماي تل الربع بعض الخطوات البسيطة هو تل تماي الأمديد أو تيموس ويسمى حاليا تل ابن سلام وكان بيعرف أيضا زمان باسم بميناء التمسيح لأنه كان بيقع على الفرع نيل المانديسي تخيل بقى حضرتك اللي احنا في المنطقة دي كنا بنعمل عندنا مصانع لصناعة الجاعة وتصنيع العطور تخيل لما كان بيخرج بمصر كانت بتصدر لأوروبا وبتصدر لليونان والعالم كله العطور وكانت تختم بختم صنعة في مدينة مدينة أو صنعة في مصر طبعا هذه المنطقة كانت تزرع بالأمح لدرجة أنها كانت دلتا اللي يعني بيغطي منطقة روما بأكمالها عندنا كمان يعني ناحية مدغمرة عندنا تل مشهور أول بس بحدش وخص باله منه هو تل المجدام أو تل حيسي وطبعا بنقول المدينة دي كانت عصمة مصر فيه أو اللي هو عصمة الابليم الحراشر من أقاليم مصر العليا وطبعا كانت فترة الحكم البطلاني وكانت بتحكم المحور الشمالي الجنوبي للفرع المنليسي وهي كانت طبعا يعني نقصة اتصال وكان طبعا بيتسمى مدينة مع حيسي نظرا دي الكرش أو الأسد اللي كان أحد معبودات اللي كانت موجودة فيها بنقول بنقول يعني الغاد راتب فيه بعض الأسرار اللي موجودة وبعض المقابر اللي بتعود إلى فترات متعجبة يمكن عندنا كمان فيه تل موجود جد موجود نحية منطقة أو مدينة مركز شيربين اسمه تل البلامون خالي التل ده حضرتك مساحته 158 فدان والغاية دلوقتي كل لما فيه بعثات بتيجي تعمل يعني استكشافات فيه وبتعمل حفاية فيه كل شوية يلاقوا أسرار بتطلع بنا هذه المنطقة يمكن من حظ الأهلية العسر اللي هي طبعا هي طربة طينية فطبعا أغلبية الأسرار اللي موجودة فيها يعني تم تخطيطها ب الفيضان اللي كان بيجي بالطام فأغلبيةها يعني موجودة تحت الطام ده طبعا بنقولي المدينة دي كانت بتعرف باليونانية باسم ديو سبولس بافاريا وكانت هي مدينة الإله زيورس في فترة الفترة الرومانية طبعا بنقول اللي هي بتبعد عن شمال البحر بتبعد جنوب هي بتبقى جنوب ساحة البحر الأبد المتوسط في حدود خمسة عشر كيلو متر بنقول المدينة دي زكرة أكتر من خمس أشت مرات المنشوصل القديمة في عهد البتحاطمش الثالث وأيضا زكرة اللي هي أقليب أنوبيس وطبعا زكرة اللي هي مدينة أمون تخيير حضرتك اللي أنا عندي قرى لغاية دلوقتي تحمل اسم المعبود أمون عندي في مصر زي تل البلامون اللي هي بير أمون أو عندي كمان دكتور إحنا لو تكلمنا على كل أثر موجود حاجة وخمسين أثر ده إحنا أعتقد محتاجين يعني حلقات ينفع ناخد من كل العصور ناخد أثر ناخد من الحضارة القديمة ناخد من رومانية من القبطية لو فيه أثار إسلامية يعني عشان خاطر نبقى يقولنا بعض من الأمور يعني طيب أنا عايزة أقول حضرتك اللي في عندي مثلا تل من العصور القديمة اسمه تل الفرخ ده بيقع بالقرب من قرية زازالة ويبقى 55 كيلو متر عن مدينة المنصورة بنقسم إلى 3 تلال وبيلاقي نتيز ده ما احنا قلنا في الأول اللي هي أقدر مصنع للجاعة طبعا بنقول عندنا كمان تل الفلسون اللي هو بيعود إلى موجود في مدينة مركز ومدينة ملينة المنصور كمان عندي كمان تل الكبير اللي موجود شمال عزبة الكردي وأيضا كمان عندي من العصور دكتور أنا ملاحظ أن حالك كل شوية بتقول ميت 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 سلسيل منت النصر يعني ليه كلمة ميت دي بتتكرر كتير هي كلمة ميت أصلا هي كلمة كلمة يونانية بمعنى مدينة فتم اطلقها معنى أي دكتور معلش مدينة 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 فتم اطلقها على هذه المطاط يمكن كمان عندنا كمان من الآثار اللي موجودة جميلة جدا اللي موجودة عندنا بتترجع إلى الحجمة المسيحية عندنا دير ستنا دنيانة أو تبصة دنيانة في دنيئة في منطقة بالقاس دنيانة وعنده كمان دير ماري جيرجس في منطقة ميت دامسيس ويمكن عايزة أقول لحضراتك أن هذه أو محفظة ألية كانت يعني حضب وتشرفت بأن رحلة العائلة المقدسة خطط على خطاها من مدينة دائدوس إلى مدينة سمنود لزيارة أو الزهاد إلى مدينة سمنود وسط قبال أهل مدينة سمنود لهذه العائلة المقدسة التي بارقت يعني كنيسة أبا نود الكديس أبا نود طبعا بنقول كمان هذه العائلة المقدسة أسلكت المصار منها من حفظة الزكاحلية أيضا اتجهت إلى سخة فطبعا بنقول كمان عندنا اللي في بعض الأثار الإسلامية اللي موجودة دي جامع محمد بن أبي بكر الصديق دي جامع الصالح أيوب أيضا كمان عندي مجموعة كبيرة جدا جدا زوجة الأمير حمد في المنزلة مجموعة كبيرة جدا من من الأعطاب يمكن كمان عندي من الأثار الحديثة اللي موجودة اللي اختاروها لتكون مدحف لمدينة المنصورة ومن منبر حضرتك بناشر وزارة السياحة والأثار اللي هما يعني يحاولوا اللي هما ينتهوا من هذا من إنشاء هذا المتحف وإنهاء الإجراءات الخاصة به حتى يتم ترصيخ الهوية المصرية في ذهن الناش المصري بنلاقي اللي هو أصر محمد بيك الشبناوي اللي بيقع فيه 88 شارع الجمهورية والأصر ده تم بنقوه سنة 1928 على إيد فنانين وعمال إيطاليين بإشراف إيطالي لدرجة أن بعض الأجزاء اللي موجودة فيه والبوابات اللي موجودة فيه اصدرادها من إيطاليا بنقول لعربنا كمان اللي المسلم الذي تنقص اللي هو بعد شهادة اللي هذا الأصر يعتبر من أهم الأصار الموجودة أو الأصار الإيطالية درجة محمود أنا في الأول كنت فاكر أننا ممكن نتكلم عن بعض الأماكن لكن الوقت ملحق ناجس السراحل يعني المحافظة كبيرة جدا سريع جدا من الأصار ومن العصور ومن الأماكن الموجودة الشيقة وطريقة حضرتك لسرد المعلومة جميل جدا نحن عايزين وعد من حضرتك أننا نستكمل بس أننا نكمل محافظة دهالي واضح أنه محتاجة حلقات يعني نحن دمنا نحن دحت أعمل حضرتك وشرف كبير مية وأشكر حضرتكم على تصنيف على محافظتي الجميلة محافظة نشكرك جدا يا دكتور أمتعتنا بهذه المعلومات السرية بنشكر حضرتك جدا دكتور محمود المحمدي أستاذ مساعد الإرشاد السياحي كده خلصت فقرة السياحة والأصار نطلع فاصل وبعد الفاصل هتكون فقرة الصحافة اللي هنحلل فيها أبرز المنشتات في الصحف المحلية والعالمية بسعيدنا وشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ صبر الجندي نطلع فاصل وبعد الفاصل هل ليكم معنا المترجمات بها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة